اشتركوا في القناة رئاسيا لقيادة اعمال المنظمة العاملة تحت مظلة منظمة الامر المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو هنأ حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه رئيس واعضاء المنظمة الدولية للفن الشعبي برئاسة السيد علي عبدالله خليفة واعضاء الفريق البحريني المساند وذلك بمناسبة فوز مملكة البحرين برئاسة المنظمة لسنوات من 2017 الى 2020 واعتماد العاصمة المنامة مقررا رئيسيا لقيادة اعمال المنظمة العاملة تحت مظلة منظمة الامر المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو والتي تشارك بها 163 دولة بعد من الباحثين الاكاديميين والفنانيين والفرق الاستعراضية والمشتغلين بالحرف والصناعات التغليدية وقطاع من الشباب حيث جاء انتخاب البحرين في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في مدينة برجامو الايطالية في شهر نوفمبر الماضي في منافسة مع جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الفلبين وذلك بدعم من دول الاتحاد الاوروبي والجمهورية العربية وعدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وامريكا اللاتينية وعرب جلالة الملك المفدى عن تمانياته لهم بالتوفيق في مهامهم لتعزيز التواصل والتعاون بين الدول الاعضاء في هذه المنظمة الدولية في مجال الاهتمام والمحافظة على التراث والفن الشعبي وتعزيز هوية الشعوب الوطنية واكد جلالته ان فوز مملكة البحرين برئاسة المنظمة الدولية للفن الشعبي يعكس المكانة الرافعة التي تحظى بها على المستوى العالمي بما تمتلكه من حضارة وتراث عريق وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات القديمة ومركز اشعاع للمعرفة والثقافة ويؤكد ان البحرين هي موطن للتسامح والتعايش والمحبة والسلام معالبان حفظه الله عن تغديره لكافة الدول التي دعمت المملكة وسندتها للفوز لقيالة هذه المنظمة العالمية مثنيا جلالته على الجهود الموفقة التي بدلها اعضاء الفريغ البحريني المساند لانتخاب مملكة البحرين والتي اسهمت في نين هذه الثقة والتغدير العالمي الذي حظيت بها البحرين من قبل الدول الاعضاء وخلال اللقاء اكل صاحب الجلالة حفظه الله على دور مملكة البحرين ومساهمتها في تأسيس المنظمة الدولية للفن الشعبي مشيرا الى ان مشاركة البحرين مع نخبة عالمية من اساتذة العلوم الانسانية المهتمين بالتراث والثقافة الشعبية في انشاء هذه المنظمة في عام 1979 مؤكدا جلالته ان مملكة البحرين تعتز بثقافتها وتاريخها العريق النابع والمستمد من تراثها وهويتها العربية والاسلامية العصيلة ومشيرا الى ان التراث والتاريخ هم هوية الامة ومرتكز شخصيتها ووجودها المادي والمعنوي ودليل حضارتها ورقيها وتمنى جلالته لرئيس وعضاء المنظمة الدولية للفن الشعبي كل التوفيق والسداد لتحقيق كل الاهداف والغايات المنشودة خدمة للدول الاعضاء في المنظمة وقد تشرف رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي علي عبدالله خليفة بهداء جلالة الملك المفدة نسخة خاصة من خطة منظمة لسنوات الاربع القادمة مترجمة الى ثماني لغات كما تشرف البروفيسور محمد نوري رئيس الهيات العلمية للمنظمة بإهداء جلالة الملك نسخة من آخر إصدار من المجلة العلمية الثقافة الشعبية التي تصدر بست لغات من البحرين بدعم ومساندة من حضرة صاحب الجلالة وقد أعرب رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي عن تشرفه وعضاء المنظمة برغاية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة معربا عن بالق الشكر وعظيم التقدير والامتنان عن توجيهات جلالته السامية الكريمة مشيدا باهتمام ودعم جلالة الملك المفدة والذي سيعزز من دور العاصمة المنمى كمرتكز لأنشطة عالمية ومن البحرين مركز إشعاع لقيادة العالم تحقيقا لرؤية جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي بأن رسالة التراث الشعبي ستنضلق من البحرين الى العالم مشير الرئيس المنظمة إلى أنه على مدى السنوات نشطة الكفاءات البحرينية في تقديم البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بغنى وعصالة ثقافة البحرين الوطنية ودورها الريادي في احتضان العديد من فنون الشعوب الوافدة وتوطينها لتكون جزءا من رؤية الحضارية التعددية في قبول الآخر وفي العام 2007 تولت الكفاءة البحرينية بنجاح ملفت بالتعاون مع وزارة الخارجية قيارة فروع المنظمة بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من العاصمة المنامة